يا أخوان أمر مهم جدا لا أحد يغضب ما أحد يغضب من الحق لابد أن نتناصح هل رأيت ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان أو كبار العلماء واحد منهم يطيل الشعر لا لماذا هم أحرص على السنة مني ومنك طيب حتى إطالة الشعر عندنا فيها إذكال الآن لأنه متشبه يضع هذه بكلة أو ربطة في الخلف عندما تنظر له من الخلف تظن امرأة ما صنع هذا الصحابة أخواننا رضو الله عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم ويضع جل ما أدري إيش يضع حاجة كذا تلمع تلمع الشعر نعم اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم يقول عمر رضي العنى لابد الرجل يكون خشن ما يكون سفت يعني نعم نعم يضع هذا نعم بيبسي نعم عندنا يضع بيبسي بعض الشباب هدان أولا نعم حتى يصير يلمع نعم يضع 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 اسمه هذا جل نهى عن الترجل إلا غبا يعني مو كل يوم رجل يقف أمام المرآة ويسرح شعر هذا لا ما يمكن لا جمال الرجل في رجولته جمال المرأة عند المرآة وقف أمام المرآة رجل قال إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة يعني أبدت جمال فإنها قد أبدت وجه ضيغم أسد نعم صدق الزوجة لا تتزوج بك من أجل الظاهر لا هي تريد الباطن منك نعم صحيح أو لا أي نعم هذا ممكن يومين ثلاثة ويذهب لكن تبقى الأخلاق أيضا مشكلة عندنا خلاص انتهينا من الشعر يا أخي أترك الشعر لله والله يعوضك الله خيرا منه ما تستطيع أن تقدم لله هذا الشعر تحلقه يعني ليس موس لكن يعني مقص تقدر حاول قرب لله بعد عن التشبه بالمشركين بالنساء والله تكون أجمل نعم